إحياء علوم الدين يبدو أن صاحبه الإمام أبو حامل غزالي كان رجلا مخلصا ولذلك بارك الله في هذا الكتاب عبر العصور عجيب هذا الكتاب لما الواحد يألف كتاب وتجده أنه مقبول عند الله فإنه يلقي عليه القبول في الشرق والغرب فكان هذا شأن إحياء علوم الدين إحياء علوم الدين من الكتب التي نجد لها مخطوطات كثيرة جدا في العالم بلغت نحو 120 مخطوطة تخيل بقى أن في 120 مخطوطة باقية من تراث هذا الكتاب مخطوطة أصلية يعني بيكتبوها بخط اليد من أولا إلى أخير تجدها في دار الكتب في الأزهر في بريس في اسطنبول في الهند في إيران في كل حد موجود إحياء علوم الدين إحياء علوم الدين لما دخلت المطابع طبع شأنه شأن الكتب وهو ده عامل زي رياض الصلاحين بتاع الإمام النووي الرياض الصلاحين ده لا يستطيع أحد يقول هو طبع كم مرة كما أنه إحياء علوم الدين طبع من المرات الكثيرة اللي نقدر نقول فينا إنه إيه فوق الحصر لا حصر لها لا حصر لها ماشهور طبع يعني ما نعرفش كم طبعة ما نقدرش نقول 150 ستة يعني كم طبعة يعني دي عملية فوق الوصف ماشهور فإحياء علوم الدين ترجم إلى لغات عالمية كثيرة جدا ترجم إلى الألمانية مثلا ماشهور إلى الفارسية من زمان والأردو والتركي والأسباني والإنجليزي في خمس مجلدات ترجم واحد هندي إلى الإنجليزي وترجمته النصوص يعني إذن إحياء علوم الدين اختصر اختصر تلات أربع مرات إحياء علوم الدين شرح في عشر مجلدات المرتضى الزبيدي إتحاف السادة المتقين في شرح إحياء علوم الدين